تشارك بلادنا في البطولة العالمية للريبوتات والذكاء الاصطناعي التي ستقام بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع منظمة الفيرست جلوبل خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى السابع والعشرين من أكتوبر الحالي والتي يشارك فيها ألفين مشارك يمثلون مئة وتسعين دولة بمشاركة فريق من مدار السالم بن محفوظ الأهلية بقيادة المهندس عماد جوهر وبدعم من مؤسسة العون للتنمية وعرب وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أثناء وداعه للفريق المشارك في مطار سؤون الدول اليوم عرب عن أمله في أن يمثل المشاركين بلادنا في هذه البطولة خير تمثيل نظرا لما يمتلكونه من قدرات عالية تؤهلهم من إحراز المراتب المتقدبة متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبدالله بن عثمان أن مشاركة بلادنا ممثلة بمدارس بن محفوظ في هذه البطولة تبعث لدينا الأمل رغم الآلام التي يعاني منها شعبنا جراء الأزمة التي تمر بها بلادنا كما أن هذه المشاركة تستهدف نغل تجارب الدول المتقدمة في مختلف المجالات العلمية ويأتي تنظيم هذه البطولة بهدف نشر الثقافة وعلوم الروبوتات بين أوساط شباب العالم وبراز طاقات وقدرات الشباب في مختلف أنحاء العالم